عودة مجددا إلى ضيفي في الاستوديو السيد عبدالله الربدي نائب الرئيس في سعود سكوك للدراسات والاستشارات سيد عبدالله البحري اليوم وافقت العمومية طبعا يوم الخميس على إتمام هذا الاندماج الكبير الذي سينتج عنه أكبر أسطول يمكن بالنسبة لناقلات النفط كيف ترى أهمية هذا الاستحواذ إن تم اليوم بالنسبة على السوق أديش رح يكون له إنعكاس وخصوصا أنه يمكن هي الخطوة النهائية الموافقة من قبل العمومية كانت كيف ترى السهم أيضا ومستوياته أولا شركة البحري فيها قيادة جيدة صراحة والاندماجات عموما والاستحواذات هي من أصعب عمليات الاستثمارية المالية للتقييم بسبب أن فيها ديو ديليجنس كثيرة وفيها مقارنات تكون صعبة شوي فلذلك مثل هذه العملية هي تعتبر كبيرة واخذت وقت طويل يعني مدة زمنية طويلة ولكن في النهاية نعتقد أنه طبيعة النشاط أعتقد أنه فيها فرصة عموما الشركات اللي لم تنمو فهي سوف تضيع حصة كبيرة منها بالسوق واتجاه شركة البحري للنمو بهذا الشكل وضمان استقرار فيها استدامة في البزنس بانضمامها أو استحواذها على شركة أو اندماج شركة البحري مع فلا التي تابعة لأرامكو فيها ضمان للعمليات وتشغيل عالية وبذلك كونوا سطول كبير وهذا هو المطلوب من الشركات اليوم لا تستقر بمكان واحد فترة زمنية طويلة العكس أن يكون فيها نمو ويكون فيها موافقة تطلعات المستثمرين ولكن في النهاية زي ما ذكرت لك العملية كبيرة الحجم ضخم تحتاج إلى تقييم وفحص أكثر من جهة واعتقد اللي يقاموا فيه اليوم أكيد أنه مصلوا إلى قرار كان عادل بالنسبة للشركتين ولا ننسى أنه فيها المالك واحد تقريبا الكبير في الشركتين والحكومة فلذلك أعتقد أنها سهلت عملية الاندماج بين الشركتين وعموا أنا دائما أدعم التطلعات والتوسعات لدى الشركات وهذا هو المطلوب الساهم 34 و20 بعد هذه العمومية قد يتوقع له خصوصا أنه نرى البحري يمكن مستويات منيحة منذ الإعلان عن بدء العملية الاندماج الساهم اليوم أقل من السوء نحكي عن عشر أضعاف تقريبا أعتقد البحري سوف يكون وجهة للمستثمرين خلال الفترة القادمة وهذا هو من الأسهم التي ممكن تكون ارتكاز للسوق حقيقة في الفترة القادمة لذلك أعتقد أنه الآن في فرصة أي شركة عموما هي تعتبر أقل مكرر بحية من السوق وفيها فرص نمو ننسى أنه فيها فرصة نمو زي البحري أعتقد بلا شك أنها فيها فرصة نحكي عن المعجل اليوم إعادة هيكلة كمان بالنسبة للشركات اللي يمكن بدأنا نشوف هيئة سوق المال ستبدأ بعملية التطبيق يمكن للشركات الخاسرة اللي عندها مشاكل إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها المعجل برأيك إلى أي مدى ستكون كافية لتصحيح الأوضاع للشركة والله المعجل وضعها سيئ حقيقة ويمكن أي خبر مثل هذه الأخبار يعتبر إيجابي نعم يعني الطريق كان سوداوي بالنسبة للشركة الخسائر تجاوزت رأس المال بالنسبة كبيرة دخول مستثمر زي شركة فاس التابعة الفوز الحكير وهي مخاطرة بحد ذاتها أن تدخل فاس اليوم بشركة المعجل كمان إلا يمكن نوع من الإيجابية قد ترى فيها الشركة فلسة سيد عبد الله عموما أعتقد شركة فوز الحكير أعتقد أنها عندها جانب المخاطرة تقبل المخاطرة ولكن اللي أعتقد أنه هم رأوا فيها فرصة لإعادة الهيكلة الطريقة التي شفناها أنه 40% أو 6% هي اللي ممكن تحتاج إلى أن تكون الهيئة تقف على هذا المشروع وترى أنه هل فيه عدالة للمستثمرين والمساهمين الموجودين في المعجل أم لا ولكن عموما أعتبر أي خبر من هذه الأخبار أنه وجود مستثمر مستعد أنه يضخ رأس مال وكذلك يضخ قرض حسن زي ما شفنا 100 مليون أعتقد أنه من الخبر الجيدة مهما كان لأنها أنا كنت أعتبر المعجل كشركة تقريبا شبه انتهت بسبب تجاوز الخسائر بهذا الشكل المريع للرأس المال كان لا يوجد حل حقيقة واضح للشركة ولكن دخولها أعتقد أنه على وجه بشكل سريع أعتقد أنه خبر جيد شكرا جزيلا سيد عبدالله الربدي نائب الرئيس في سعود سكوبا للدراسات شكرا لوجودك معنا اليوم بالستوديو